بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام نتابع القصة البسيطة باللغة العربية وقصتنا الجديدة الأرنب ميشو الأرنب ميشو نعم الأرنب ميشو لبس بزلته الجديدة الأرنب ميشو لبس بزلته الجديدة وأعطته أمه النقود والسلت الكبيرة ليشتري الخبز للأسرة وأعطته أمه النقود والسلت الكبيرة ليشتري الخبز للأسرة الغبز للأسرة قابل الأرنب ميشو صديقه الأرنب توتو وعرف أنه ذاهب أيضا لشرايل خبز لأسرته الأرنب ميشو والأرنب توتو شاهدى بائع الجزر وميشو أقناع توتو أن يشتري الخبز للأسرة الجزر والسلت الكبيرة ليشتري الخبز للأسرة الجزر الأرنب ميشو وصديقه الأرنب توتو الأرنب توتو حكا لأمه الحكاية بالصدقى الأرنب توتو حكا لأمه الحكاية بالصدقى فَلَامَتْهُ لِسُوءِ تَصَرُّفِهِ وَأَعْتَتْهُ نُقُودًا أُخْرًا لِيَشْتَرِيَ الْخُبْزِ الأرنب ميشو كذب على أمه وأخبرها أنه أعطى النقود لصديقه توتو ليشتري الخبز لهم معه جلس الأرنب ميشو وأبوه وأمه ينتظران توتو والخبز ولكن تأخر الوقت ولم يخطر أحد نعم جلس الأرنب ميشو وأبوه وأمه وأمه ينتظران توتو والخبز ولكن تأخر الوقت ولم يخطر أحد أمه الأرنب ميشو أخذت ميشو معها وتواجهت لبيت الأرنب توتو لتطمئن عليه وتسأله عن الخبز نعم أمه الأرنب ميشو أخذت ميشو معها وتواجهت لبيت الأرنب توتو لتطمئن عليه وتسأله عن الخبز أمه ميشو سألت توتو أمه ميشو سألت توتو فأخبرها الحكايتي بصدقين وقال لها إنه اعتذر لأمه وصامحته خجل الأرنب ميشو من نفسه وعاد إلى البيت مع أمه خجل الأرنب ميشو من نفسه وعاد إلى البيت مع أمه وهو خأف ميشو من نفسه وعاد إلى البيت مع أمه حكت أمم ميشو ال كايتي لأبيه حَكَتْ أَمْمُّ مِيشُ الْحِكَيَةِ لِأَبِيْهِ فَضَرَبَهُ بِشِدَّتِينَ وَحَرَمَهُ مِنْ مَسْرُوفِهِ اسْبُعًا كَامِلًا وَحَرَمَهُ مِنْ مَسْرُوفِهِ اسْبُعًا كَامِلًا اَلْ اَرْنَبْ مِيشُ قَالَ لَنْ اَكْذِبَ مَرَّةً اُخْرَى اَلْ اَرْنَبْ مِيشُ قَالَ لَنْ اَكْذِبَ مَرَّةً اُخْرَى لَوْ كُنتُ قُلْتُ الصِّدْقَ مَا أَسَابَنِ كُلُّ هَذَا الْعَذَابِ لَوْ كُنتُ قُلْتُ الصِّدْقَ مَا أَسَابَنِ كُلُّ هَذَا الْعَذَابِ نعم انتهت هذه القصة هنا وسنتابعوا انشاء الله بقصة اخرى الى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته